الفنان الجميل علي الحجار هذا الفنان المبدع اللي انا شخصيا من اشد المعجبين به وبقى غني يعني ده موضوع كبير قوي 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 علي الحجار عنده مشروع اسمه ميت سنة غنى ميت سنة غنى ايه ميت سنة غنى هنشرح لكن هو طلع وقال في برنامج الستات على قناة النهار مش كده في برنامج على احد القنوات وقال ان وزيرة الثقافة وزارة الثقافة حتتبنى المشروع ميت سنة غنى ميت سنة غنى مشروع علي الحجار بيرصد تاريخ الغناء في مصر من القرن التسعتاشر من اول عبد الحمولي والشيخ ابو العلا محمد وغيرهم من الفنانين الكبار فنان علي الحجار قال ان المشروع ده كان حلمه من سنين طويلة وكان نفسه انه وزارة الثقافة تتبنى وانه اخيرا وزارة الثقافة الآن ويقال انه اسم المشروع كان سببه الفنان التشكيلي صلاح عناني انه هو اللي اقترح هذا الاسم تواصل مع وزيرة الثقافة واكدت انهم واكد لها انه هيكتشف مطربين من النجوع والقرى بشكل دولي دولي ويظهرهم فيه حفلاته وقال مختلفة في مئة سنة غنى مصر يا جماعة انا بتيجي تتكلم عن اي حاجة نقول مئة سنة مئة سنة غنى مئة سنة سينما واكتر مئة سنة غنى واكتر ما اي حاجة بدية من زمان بدية من زمان احنا الريادة احنا الاسطوات احنا الاسدزة احنا اصحاب الفن والابداع الناس بتبتدي بعدينا بمئة سنة وماله من حق كل واحد يبتدي زي ما هو عايز بس احنا الرواد احنا بتوع مئة سنة غنى وعلي الحقار ومئة سنة سينما ومئة سنة حاجات كتيرة